ومما ينبغي أن يعلم أن الصلاة التي تقر بها العين ويستريح بها القلب ما هي هي التي تجمع ستة مشاهد بدك صلاة ترتاح فيها لابد أن يتوفر عندك ستة أشياء بدون هذه الستة لن تجد الراحة في الصلاة المشهد الرابع مشهد الإحسان وهذا الذي تتساقط فيه الناس والمتنافسون إما يفوزوا وإما يخسروا إما يصلوا وإما يسقطوا وهو مشهد الإحسان وهو أن يعبد الله كأنه يراح إلى أن قال لا يخفى علي شيء من أعمال العباد ولا أقوالهم ولا بواطنهم عندك إيش؟ عندك إحسان وهذا الذي يدفعك إلى الاستمرار بالعبادة لأن الله يراك لأن الله يعلم ظاهرك وباطلك فأنت تشعر براحة عالية جدا والناس يظلمونك أنت منافق ما في مشكلة اتهمني زي ما بدك المهم أن الله يعلم حالي أنت يا أخي مبتدع ما في مشكلة اشتمني كما شئت فالله يعلم حالي في اتباع النبي صلى الله عليه وسلم مشهد الإحسان عندها تتساقط جميع البشر أمام عينيك لأن الله يراك وتقلبك الساجدين جئت إلى الدرس الحمد لله الله يراني طلبت العلم الحمد لله الله يراني ارتكب معصية ما بقى رجل يأسي الله يراني ويصبح الله يراني شعاره مش بمسك الخلوي محدة شايفني خليني أحضر لي فيلم كيف الله يراني هذه غفلة شديدة جدا استدرك على نفسك رجع قاطع رحم ما قاطع رحم آه بس الله يراني إن الإحسان يوجب الحياء تستحي ممن من الله والإجلال والتعظيم والخشية كله هذا ايش لله جل في علا ويقطع الوسواس أو الوساوس أهل الإحسان ما عندهم وساوس يا جماعة لما لما لأنه على يقين أن الله يراه فبالتالي أين الوسواس ويقطع الوسواس وحديث النفس يصل إلى مرحل نفسه لا تدعوه إلى الباطل نفسه لا تدعوه إلى الباطل لما لأنه ممنعا من أهل الإحسان فنفسه لا تجرؤ أن توسوس له حتى بالحرام أو بالباطل فبالتالي يشعر بهذه الصلاة ويجمع القلب والهم على الله من الذي ينجيك من همك اسأل فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول من أنزل حاجته إلى الله قضى الله حاجتها ترجمة نانسي قنقر